طيب نروح لمنتخب مصر اللي عنده تمرينة النهاردة أساسية قبل إن شاء الله المواجهة المنتظرة مواجهة منتظرة هي مباراوة دية لكنها منتظرة عشان نتطمن على المنتخب المصري إن شاء الله قبل ما يواجه ليبيا رايح جاي في تصفيات كاس العالم مواجهة بكرة مهمة جدا لأنها من قياس على المستوى والأداء اللي هنواجه به منتخب صعب وهو بيتصدر المجموعة دلوقتي فبالتالي أعتقد إنه كانت الإطمئنان الوحيد على الإسلوب والطريقة اللي هيلعب بيها مستر كارلوس كيروش في مطشين ليبيا مهم كمان أقول لحضراتكم إنه رجل مكشر عن أنيابه يعني مستر كارلوس كيروش في المعسكر قال للناس بشكل واضح وصريح أنا ما عنديش نجوم أنا عندي لعيبة مضطرة أو مجبرة إنها تفهم وتحفظ وتنفذ طريقة الأداء عشان تستعيد أو يستعيد المنتخب المصري شخصيته على حد تعبير مستر كارلوس كيروش شخصيته اللي كانت غايبة الراجل تابع مطشاط المنتخب في الفترة الأخيرة وقال لك إنه أنا ما حستش المنتخب كان عنده شخصية وبالتالي على كل لاعب إنه ينفذ المطلوب منه داخل الملعب عشان يضمن تواجد مستمر فيه المنتخب معدى ذلك ما يهمنيش ولا يعنيني مقدر نجوميتك ولا المرضود ولا المستوى اللي أنت بتقدمه معنا ديك وحذر طبعا من فكرة إنه الناس تستقبل أي حد في معسكر الفريق